وليه تعليق في هذا الأمر أتصور أتصور إنه مهم أتوقع إنه مهم ويا رب يكون في حد بيسمع الكلمتين دول من المسؤولين المحترمين في كرة القدم المصرية وأيضا مسؤولي النادي الأهلي ومسؤولي نادي الزمالك يا جماعة يا جماعة لازم الأهلي والزمالك يلعبوا مباريات في الكرة المصرية في الدول المصري في البطولة المحلية بالنهار لازم يلعبوا بالنهار مش هنكرمهم ونقول لهم أنتوا أجمل ناس في الكون وأنتوا الجماعي الأكبر فلعبوا بالليل هم بيتضروا أي مباريات الأهلي والزمالك أفريقية بيلعبوها بالنهار بيبقى عندهم مشكلة كبيرة جدا هذا التصريح هو تصريح خاص من محمد الشناوي لينا محمد الشناوي الهدف اللي دخل في مرمى قال نصا أنا ما شفتش الكرة أنا ما شفتهاش من الشمس ما شفتهاش ولو شفته أكيد الصدق دي كرة سهلة جدا بس أنا ما شفتهاش بس محمد الشناوي ما بيلعبش بالنهار محمد الشناوي لو بيلعب بالنهار ليه 80 حل موضوع الشمس ده ما في انجلترا بيلعوا بالنهار وبيتعاملوا مع الشمس في اسبانيا بيلعوا بالنهار وبيتعاملوا مع الشمس في انجلترا فرق كبيرة المتصدرين بيلعبوا الساعة 2 و 2 إلى 4 و 2 ونص عادي في اسبانيا ريال ما دي ده برشنوة بيلعوا بالنهار عادي مش عيب ولا عيب على فكرة ولا غلط تسوقيا أنه الأهلي والزمالك لعوا بالنهار ولو حتى تسوقيا فيها مشكلة فيلعبوا نسبة ولو نسبة 10% من مبارياتهم في الموسم يلعبوها بالنهار بس الفرقتين تقريبا ما بيلعبوش بالنهار غير مباراة أسوان تقريبا الأهلي والزمالك بيلعبوش في الموسم مباراة بالنهار غير مباراة أسوان وبالمناسبة يعني الزمالك بالنهار خسر مباراة أسوان والأهلي هيلعب يوم التلات مع أسوان فأسوان بالنهار الاهلي والزمالك مش عارفين العاو بالنهار الفرقتين بيبقى عندهم مشكلة انت لما تفرج على الاهلي والزمالك في المبارات الافريقية الخارجية اللي غالبا بتتلاعب بالنهار هتلاقي الاهلي والزمالك لا مش هما دول مش ده الأداء ولا ده ولا ده الشغل الفني ولا التكتيكي ولا المهارات ولا اي حاج خالص مش هو خالص فلو سمحتوا يا جماعة في ربطة الأندية تحت كورة في أهلي في أسئولي أهلي وزمالك لازم الاهلي والزمالك يلعبوه بالنهار انا بقولي الكلام ده انا متحفز جدا عشان تقريبا بقلي ثلاث سنين بقوله بس كل ما الاهلي والزمالك يخساروه في أفراقيا بالنهار بفتكره تاني وبعيده تاني لعله عسى حد يسمى طيب